فوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أيضا تلقيها 118 شكوى حول التصويتين العام والخاص من الناحية القانونية ما الذي من الممكن أن تغيره هذه الشكاوى واقعا أن الشكاوى التي قدمت سوى في يوم الاختراع العام أو الغاص هي تقسم إلى ثلاث أنواع شكاوى صفراء وخضراء وحمراء حسب ما ورد إلينا لا يوجد لحد الآن شكاوى تدخل في نطاق الشكاوى الحمراء وهي الشكاوى التي فيها خرق كبير في عملية الانتخاب والتي تؤثر على النتائج يعني أن الشكوى إذا كانت حمراء يمكن للمفوضية أن تذهب إلى حثف النتائج الخاصة بالمحطة الانتخابية أو الغاء المركز الانتخابي إذا كان الخرق يتعلق بمركز أو أكثر من مراكز الانتخابية مجمل الشكاوى التي قدرت قدمت عفوا هي تتعلق أما شكاوى صفراء أو شكاوى خضراء الشكاوى الصفراء هي شكاوى يتم ردها من الناحية الشكلية باعتبار أما أنها قدمت مخالفة للشكلية غير موقعة لا تحمل أدلة قدمت خارج نطاق الزماني لعملية تقديمها المحدد بـ 24 ساعة من تاريخ حصول الحادث في يوم الاختراع وبالتالي هذه تهمل باعتبار أنها معيبة من الناحية الشكلية الشكاوى الخضراء هي الشكاوى التي قدمت وفقا للأصول وهي تتعلق بقيام أحد موظفي الاقتراع أو أحد المراقبين أو أحد أعضاء الأناصر الأمنية بخرق معين أو مخالفة معينة ويختضي قيام مجلس المفوضية عن طريق إدارة الانتخابية بإجراء تحقيق في هذه المسألة لكن تبقى هذه الخروقات التي هي الشكاوى الخضراء غير مؤثرة في نتيجة الانتخابات وإنما إذا ثبتت وجود هذه المخالفة يتم تحريك أو اتخاذ إجراء إداري أو شكوى جزائية ضد الموظف أو ضد الشخص الذي خالب فبالتالي هذا يعني أن كل الشكاوى نتيجتها لن تؤثر على النتائج التي أصدرت ونحن بانتظار فقط مسألة عد وفرز يدوي للمحطات الاقتراع الخاصة ليوم الاقتراع والتي ستبدأ يوم غد والتي تبلغ أصواتها بحدود 350 ألف صوت في مجمل أو عموم أنحاء العام